السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز مس المصحف بدون طهارة من الأطراف من دون مس الآيات وهل الغلاف يعتبر من المصحف نعم كل ما اتصل بالمصحف فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة لأن له حكم المصحف كالجلد جلد المصحف أما ما كان منفصلا عن المصحف كالكيس الذي يجعل فيه أو التابوت والصندوق الذي يوضع فيه المصحف فهذا ليس متصلا بالمصحف يجوز مسه وحمله نعم